شكر الموصول لكل المنابر الإعلامية لواكبات المعركة ديناد الملف هذا من البداية ديالو اليوم تأتي هذه الندوة لإبراز مواقف اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحامات تفاعلا مع مختلف المستجدات التي طرحت هذه الأيام خصوصا بعد إعلان الوزارة والحكومة عن امتحان جديد الامتحان الذي تراه اللجنة الوطنية ضحايا امتحان المحامات على أنه ليس حلا منصفا وعادلا للمرصبين كذلك أن هذا الامتحان نحن لا نرفض هذا الامتحان بل نرحب به كمكسب لكن لا نعتبره حلا نهائيا يعالج الإشكالات التي طرحت منذ البداية مع امتحان 4 جنبير 2022 الخروقات التي كانت واضحة والتي أكدتها نقاب الوطنية للمحامين أكدها اتحاد المحامين الشباب أكدها أساتد جامعيين ومجموعة من الباحثين المتخصصين في القانون لذلك هذه الخروقات التي رأيها الرأي العام وكانت مفضوحة ومكشوفة كنا نتمنى أن يترتب عنها مساءلة ومحاسبة كل المتورطين فيها شاهدنا كذلك القوائم التي فيما بعد علمنا أنها لوائح معدة مسبقا من طرف نافدين في المهن القانوني القضائي وكذلك كانت عبارة عن وزعة سياسية وعائلية مفضوحة للعيان للأسف جاء التدخل الوسيط من أجل كما جاء في البلغ من أجل رفع تضرر من أجل الوصول إلى حل نهائي يطوي هذا الملف حل كما أشر البلغ حل منصف وعادل للمرصبين لكن للأسف لحدود ساعة لم نرى أي حل ينصف هؤلاء المرصبين الذين تضرروا من هذا الامتحان حضرت اليوم لهذه الندوة من أجل أن أقول بأن نحن لسنا ضد الامتحان ولكن نعتبر هذا الامتحان هو هروب إلى الأمام من جهة تانية أن هذا الامتحان كان عبارة عن تغطية لفضيحة شبت وزارة العدل وهي فضيحة من نوع كبير والتي قسمت الأبناء الشعب إلى قسمين أبناء الطبقة الأولى وأبناء الطبقة الثانية أبناء الطبقة الأولى هما أبناء سياسيون أبناء أصحاب السيادة منهم الوزراء أبناء المحاول إلى غير ذلك يعني ثلاثون وسبعون عائلة الذي تم تنجيحهم بطريقة غير قانونية حسب لفض ونطق سيد وزير العدل الذي قال كان هناك مجموعة طلبة راسبين الذي يقدر بـ 1881 ولقد قمنا بتنجيحهم هذه النقطة تسمى يعني ضرب في معالم تكافؤ الفرص ضرب في معالم تحقيق الديمقراطية ضرب في معالم يعني لكل مجتهد النصيب هنا كانت تقلب الآية ليس هناك ليس هنا مثل الذي يقول لكل مجتهد النصيب بل يعني لكل أسرة واصلة أو لكل أسرة لها وزن سياسي وتقل في المجتمع هي التي تقوم بتنجيح أبنائها للأسف هذه النقطة تحزت في أنفسنا إلى حد الآن هيا حسناًمر عليه شكراً نانسي ough اشتركوا في القناة принципе وتعالى قده شكراً اشتركوا في القناة و له تمامój ابدا اشتركوا في القناة